هاي أنا حالياً بالسويد أول مرة بحياتي بزور السويد في كتير أشياء متحمسة صورة وفرجيكم إياها ولكن أكتر شيء متحمس تلو الأربعة وعشرين ساعة اللي راح أقضيها بفندق الجليد هذا الفندق يعتبر الفندق الوحيد بكل العالم اللي مصنوع كلياً من الجليد والثلج سوحاً جد راح أقضي لكم أربعة وعشرين ساعة بالجليد وبالثلج ماذا تجعلني؟ كافي نحتاجه صباح و لو حاسة روحي أنا أختها الكبيرة قلن نور لازم جي هنا نور لازم جي نتاور نعملها في القاوة عملتلي قائك بتدير بالها علي قاسي شعوري بترعلو كيات المهم أنه رايحين لوين لسهلش هاي التجربة حتكون مختلفة من النوحة لأنه هذا الفندق بيبنو كل سنة وكل سنة بيدوب وهي المرة الـ 32 اللي بانوا فيها الأوتين الساعة الستة ونص الصباح لازم نطلع لأنه في طيارة واحدة تأخذنا للـ Ice Hotel وما في طيارة تانية تأخذنا يعني إذا راحت هاي الطيارة خلص التجربة كلها بتروح أنا صراحة أدمح أقولي عنه مستحيل أتخيل كيف شكله بالحقيقة هيكون لأنه هيكون مصنوع من الجليد أنا أحب أذعها إنه بهذه أيضا نجح وشهو بكل شيء من الشيء فطار، العباء كيف أحاول أن تنظ mala اعملوا لايك، فطار لتحاول كل جهدها بكل الطرق وأنتصوّر كل شيء فعلوا الجرس، 24 ساعة تصوير لـ Ice Hotel لديه قاعدة انه لم يقبل الشنطة واحدة لذلك كلنا لدينا شنطة واحدة كبيرة ويعني شنطتنا العادية هذا البلوب تبعي كان لازم اشتري قهوة سويدية واجربها وهي قهوتهم هون كتير مشهورة هيك اني قالوا لي هنجربها كنت حق حق باو رايحين على الفندق التنجي ووهو ماذا؟ هاي؟ هاي الطيارة المفروض صغيرة هاي لأيكم جمال بنين هلا او ماي جاد أختي كتير حلوة أختي كتير حلوة يا ناس وشان الله يا ناس أختي كتير حلوة وفكي أمار وشان الله يوم مافني وأرحلها الكيوت اهنا البايبي وله قلو بيك وقلو بيك ماذا يحدث في الوزنة اليوم؟ هل تصلنا؟ شكرا يا رب يا رب يا رب يا رب مظلومة أنا من البرد مني يا رب يا رب يا رب وصلنا إلى المدينة يا الله كأنه في فيلم أول مرة بحياتي بشوف طيارة بتحط على الجليد ولاحظوا هنرين شوفوا همكان المطار اسمه كيرونا كيرونا ايربورت هي كلها غابات غابات بس متجمدة كلها هنرين وروا الطيارة على الجليد يا رب مرحباً وصلنا السماء اللون وردي على أورنجي على هكي كتير حلو هاد الريسيبشن تبع الهوتيل ولاحظوا قدام الهوتيل شو فيه جليد جليد ياه الهوتيل من هديك الجهة ياه هاداك هو الهوتيل هاداك هو المدخل تبع الهوتيل وبس تجو هنيك فيه ريسيبشن وهدول هن الغرف يعني غرف شكل كتير كيوت هدول غرف عادين ساخنين يعي دافين فيهم تدفئة ومن هديك الجهة هو الفندق الثلجي اللي رح أعيش فيه مكعبات من الثلج والجليد وعلى عالم بيجو هون بيتصوروا أما أنا مش هاد المكان بتشوفو بأفلام الكرتون بذكرني بأفلام الكرتون لما بيحطوا هيك البيت الثلجي اللي هيك بيكون دائرة كتير كيوت لك درجة الحرارة هلأ تقريبا ناقص ستة او ناقص سبعة هيك شي بالنسبة إليون هاد الشي مش كتير نحنا بقلب قلب الطبيعة وقلب هيك غابة تلجية لأنه في كتير أشجار هنيك إذا شايفينه هديك البعيدة هي كل أشجار وأكتر شي لاحظت هون أنه في كتير مكعبات من الجليد بكل مكان يعني مثلا أعطيكم مثال هاي كلها مكعبات جليد نفس الشي هون بس مبارف حطينا بالخشب هاي خريطة الأيس هوتل وصو كما انكم شايفين هدول الغرف وهون فيه الورم روم اللي هي الغرف الدافية هذا الأيس بار هذا الأيس غالري ومعنا هنا هدول الغرف غير غالري وهن مطاعنا أه يا رب شوفوا واحد وثلاثة واحد وثلاثة سوف نأكل في هذا المطعم ثم سنظر مع الهسكيز رحلة ساعة ونص هذا الغداء التي اخترتوا هنا شوربة مع الحموس والجزر وهذا أكثر أكل سويدي لأن هنا يأكل البطاطا المسلوقة ثم يضعها زيت مع صوص المشروع والميت بولز مع كرانو حاليا نحن بغرفة نغير الملابس ونغير الملابس خاص بالتلج انا قلت لهم ان انا جاي بي جوارب اثنين لذلك انا قلت لدي جوارب اثنين وقالوا لي لازم تنبسي هذون الجوارب لأن هذون الجوارب مصممين خاصة لهذا الهاتف وللجو في هذه المنطقة وإذا لم ينبسهم وببرد البرد بيأخذ يومين يطلع من الجسم لذلك لازم نبس الجوارب لذلك سوف نبس جواريبي فهذا اللبس خاص لهذا المنطقة لذلك سوف نبس تبس جوارب تبس جوارب تبس جوارب تبس جوارب بحيث تجربة من العمر الوتيل فيه نوعين من اماكن السكن فيه الغرف العادية اللي هي فيها تدفئة وفيها مكانات تعمل قهوة وكل هالأصاص وفيه الغرف المجمدة اللي هي كما فرجيتكن قبل شوي بتكون الغرف كلها جليد ومصنوع من الجليد مية بالمية اوكي تخيلوا الغروب بيصير هون على ثلاثة الظهر هم هيك توقيتهم الليل بيجي بسرعة بالسويد فثلاثة الظهر ثلاثة ونص مكسموم بيكون فيه ليل وظلام الغرف تبعنا سيعطونا اياها ساعة ستة سكس بي ام سو عنا تقريبا ساعة بعد نحنا قاعدين ناطرين لحتى نقدر نفوت على الغرف تبعنا ما برف ليه هنا قالوا لنا هيك يعني هون عندهم قاعدة فكل البنات كل واحدة راحت منهم انعجها يعني انا اجيت على الريسيبشن طلبت اكل اكلت وشحنت الكاميرا الكاميرا هي طفت من الشحن فشحنتها وهلأ عم شحن تليفوني هون كمان هاي التحديثات اللي صارت بعد ساعة باخد الغرفة وبروح بكمل بقية التجربة بس كمان عنا عشة اليوم سوف نتجمع كلنا ونروح نتعشة بمكان تقليدي سويدي يا الله جاي عبالي نام تخيلوا اخد الغرفة ودغري انام وبفيق بكرة الصباح بقلكون خلصوا ال 24 ساعة تقول لي النور فرجينا اشياء يعني بدنا نشوف اشياء لا تخاف لا تخاف حش اوفكم كل التفاصيل تبع هاد المكان عشان تحسوا حالكم معي هذا الضو كتير بتشوفوه بايكيا صح هذا الضو عندهم موجود بكل البيوت خصوصا بوقت الكريسمس بحطوه حد الشباك فبتلاقوا كتير الشقق بستوكهم في هاي الضو او هاد الشكل حد شباكاتهم لما بتطلعوا لفوق لاحظتوا سألت عنه وطلع عن جد واحدة من عاداتهم وتقاليتهم مرحباً مرحباً وأخيراً أخذت غرفتي ساعة ساعة ستة و عشرة و أعطونا الغرف طبعاً يمكن تسألوا حالكم لماذا للستة ليعطوكم الغرف تشكن بالستة ساعة لأن هذا المكان يكون مثل متحف للعالم تتفرج عليه قد ما هو حلو يعني وتصور وبعد الساعة ستة بيكون غرفة عادية تناموا فيها و يعطوناها للنام فهلأ بلشت ليلتي أنا بالفندق الثلجي الغرفة هاي كثير حلوة الطاولة كثير حلوة كلها ورد و جليد هون الكراسي الكراسي مصنوعين من الجليد و هؤلاء حاطين هاي فوقهم مثل وهذا مثل فرو حاطيني مشان نقعد عليه هون أشجار بس أشجار مغلفة بالجليد السرير لكم كله جليد و كمان الجليد اللي هون فيه ورد و فيه أخصان أشجار كثير حلوة انظروا الإضاءة بتتغير لحتى يعيشوكن أجواء أفلام الديزني و أفلام لك هيك الحلم الدريم فيكو تناموا بهدوء كمان ما بعرف اذا بتسمعوا بس الغرف هاي فيها موسيقى بس أنا طفيت الصوت هلا شوفوا جايز شوفوا هون كل شي مصنوع من الجليد مية بالمية شوفين هاي الثرية هاي من الجليد مية بالمية و في داخلها ورد و هاك جزء المفضل اللي هو السرير جايز كتير حلو حطينا عليه كمان هيك متل فروق و فرشة اي تنك هاي فرشة ضد المي مش عان ننام عليها بس هون كله جليد تخيلوا سألتهم كيف بتلزقوا هاي على هاي لان هدول قطعم بتلزقوا فوق بعضهم قالوا لي بنلزقهم باستخدام المي يعني الكلو او اللزق هون هو المي لانه المي بيلزق الجليد مع بعضه بش بش موجز تعالوا فيه موضر هون في هدول الز ازرار و فيه وايرات جوه التليج و واير يعني هكي للكهربا ما عارف كيف عاملي هاد الشي بس هون بنطفي الضو بنطفي صوت الموسيقى او بنشغل الموسيقى اذا بدنا في عنا ال او بشن يوجد الشي من هون فيه موضر تاني و من هون اذا بتجو وهون فيه باب هاد الباب بيؤدي لغرفه السرية يس سرية تعالوا 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 اول شي لازم نفوت على هاي الغرفة لازم نفوت على الغرفة و نسكر الباب لانه كاتبين تحذير ممنوع انه يعني نحلي هاد الباب مفتوح و نفتح الباب التاني هاي غرفة صغيرة بتفصل بين غرفة الثلجية الجليدية و هاد المكان اللي هو مكان سري هاد الحمام فهي الغرفة فيها حمامها الخاص و مترانا تعدوا هاد المكان بيكون دافي أدفى من هنيك يعني كبان شوية برد بس مش متل هنيك و فينا هوا نستخدم الحمام و كمان في شاور يتخيلوا انا هلأ فيه افتح شاور اخد شاور اتحمل بالغرفة التلجية بيو 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 يعني هكي عقلي ما عم بستعب حجم لانه اتحمل انا شوف حالي اروح على غرفة جليدية انام فيها كتير شي مميز بتحسو كمان في هون هاد المكان احط فيه ابراضي حطي لك مرس الشوار حطي لقاءات ملابس كرسيين هم معدات كاميرا للتصوير هاي قهوة كمان قهوة فيه اعمل اذا بدي مغسله ساونا ساونا لك ساونا بقلب الغرفة الجليدية كايز حي اول مرة بشوف هيك شي اكيد هلأ عم بتفكروا ادي اجار هاي الغرفة اجار هاي الغرفة بتراوح بين 10.000 ل 17.000 عملتهم السويديية بس بما معنى او بما يقارب بالدولار 1000 ل 1800 دولار بالليلة الوحدة فهذا المكان يعتبر مكان سياحي جدا وصعب كتير تحصل فيه غرفة لانه بيكون محجوز من اشهر 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 فبعرف انه هذا السؤال بيراودكم فهذا هو السعر الغرفة يعتمد على الغرفة التي تأخذوها طبعا في عنهم هون خيارات أخرى و و اكيد تحبوا تعرفوا هاد البابلا شو بيقدي صح؟ بره بره نحنا بره هلا بالجليد بس كتير ظلام لانه الليل وكل شي بيخوف بس يا نحنا بالجليد الممر كتير حلو وحاس حالي ببراد يعني حاس حالي انا حاليا في الثلاجة بس مش بس هيك كمان شوي خايفة لانه الضو قليل انا حاليا عم صور في اضاءة قدامي بس الضو كتير قليل شوي انا بخاف من الظلمة كتير مهم تعالوا خلينا نفوت على القفة نفتح شلو كتير وقت العشاء وقت العشاء طبعا اول اكلة حناكتها هي هاي الاكلة الكتير صغيرة هاي غايز في خبزة هون مقلية مع كريمة وكافيار فهلا سأتدوقها معكم وعطيكم رأي صريح هاي اكلة سويدية تقليدية واو 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 كتير طيبة هال 24 ساعة كتير مختلفين صراحة كتير حبيتهم قدش عديت وقت من 24 ساعة شو؟ قدش عديت وقت من 24 ساعة انا بلشت فقت اليوم ساعة 5 ونص وبلشت هاد الفيديو 5 ونص الصباح سابعة ونص يعني اكتر من نص الوقت اتعدى شو هلأ صارنا 14 ساعة بقى 10 ساعات بس مرد نعم اعطونا عصير تاني عم بيعبولنا كتير بالكاسات اشيا مشان نجربها مشروبات مش كحولية الهون فهذا عصير عصير تفاح قربي عصير تفاح قربي حلال 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 شام تقولي؟ نور في اي ستوري نحببتها رس حلال 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 لازم يعرفون حلال لان شكلوا الكاس حرام فالأم بيروحوا بالتعليقات بقولوا اوه اعتعم تشربوا قولي ما فيو كحول لك بفهموا اكتر شو حلال ما فيو كحول حلال ايه يعني حلال نفسي وما فيو كحول يعني عصير خلصنا عشا وانا جاي على الغرفة وقفوني وعطوني معدات لاخدها معي للغرفة هذا الشي انا ما كنت بعرفوه بس باخر لحظة قبل ما فوت على الغرفة قالوا لي لازم تجي تاخذي هذول قصص اللي هنه هاي الشنطة اللي هي مثل سليپن باك بتناموا فيها وبتسكروا اها عليكن هون هيك وكمان عطوني شرشف وغلوف وغطى للرأس بفوت هون وبغطى حالي وبنعم على هاد السرير الكامل مصنوع من التلج اوكي atu اوكي 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 اكتر برده اوكي اوكي و امرضت كثير سوف احاول اني نام و ارجع اعطيكم اشترك بعد قليل انا كثير تعبانة مش مستعبانة انا ميت من التعب لانه سوف احكي لكم دقيقة حاسة بتعب و ارهاق و برد و في اكل ما تأكلوا ف حاسة انه جسم كثير تحبان فعن رب ادي نام فراح حاول اني نام كم ساعة و ارجع اعطيكم تحديث اوكي اوكي تحديث اه تركت النوم و اجيت قعدت هون شوي لانه حلمت حلم كتير بخوف و خفت كتير و فقت هيك مرعوبة و و ما في بنين ش هون ما اجت بنين على الغرفة بس انا الحالي بالغرفة كان المفروض انا وبنين نكون هون بس بنين ما اجت فهلا انا قاعدة هون ساعة هلا ثلاثة ثلاثة الفجر و قاعدة ما بارش اعمول و عندي كتير قليل شحن و ما في مكانات هون اشحن اي شي اذا لأيكم الاجواء كيف يعني بنهاية هو طبع تلج بسرير تلج و انا بالغرفة الحالي و شوفوا اللي بره بس تشوفوا اللي بره حتفهموا الاجواء في بره و هي ههي من الجهة الثانية ما اعرفك تشوفوا اللي بره هحاول ارجع انا هنا ده كتير ناساني كتير و اللام عليهم و في مكانا فئت هل كانت عم تنزف و نحن نكون هاد الحالي أنا الآن في الغرفة الثلجية النبت وفقتها على الساعة 6 وراحت علي نوم السبات بعد غراضي مثل ما هي شوفوا كل شيء يجب المكاني وليكو كاميرتي ما عم تشتغل وصخربت كاميرتي ومعرف لي وقفت شكلها من البرد حسنا أنا مريضة 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 يعني صوتي راح محالتي كيف؟ بس الآن الساعة 6 أخيرا هيك بكون خلصت 24 ساعة فكرت 24 ساعة خلطت بس كتير مرضة تحس الساعة اللي عم بس علها من قلب هيك عم تتلع من روحي من جوة البرد اللي عم حسو عم موت أخذت كلها اللي جكتات وغطيت حالي فيها وغطيت حالي بهال وضليتني عم برجه كانوا أصعب 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 ساعات مريت فيهن لأنه أنا ما بحب كتير البرد كتير كانوا صعبين هلأ حفتحي وقوم ضبط حالي لأنه لازم نطلع عالمطار عشان نرجع لستوك هوم بس البرد اوه كاميرتي عطلت ما بعرف ازال تلكن بس لك جيد عطلت الكاميرا خلاص لكم أنا كتير خايفة أنا كتير مقهورة لأن الكاميرا عطلت وخايفة أنه اللابتوب كمان يعطل لأنه عندي كتير فوتج لفيديوهات إلي باللابتوب تبعي فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يكون هاد الشي صار يا رب يا نيكو البرد 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 نيكو كأنه كله معي هيا جايز نحن وين هلأ كنا عند الدكتور نمردنا جايز أنا زرقة متنا متنا ها والأجلينا عند الدكتور ورهجبو لنا أدوية وآخر يوم بسويدا أطيهم فصل لهم إنه طلع عندها انفكشن يعني من فيروس حاجة أكلتها وإلا مش عارفة فروت غلى وإيشا في عندي فيروس ماشي أكلته لك في استفراغ وكمان ضربة برد من البرد اللي أكلته بالغرفة الثلجية ها واو فيروس وبرده مجموعة وهي أريد أن أدوية علي هي كمان مريضة عندها الضبط وعطي مناعتي ضعيفة فالجولة نمت أقلمتكم معا وين 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 نعم إن شاء الله نصل دبي بخير نعم 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 نعم